اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من أرض التسامح وفي عام التسامح مرحبا بكل المسلمين بأطيافهم وألوانهم وأجناسهم بكل البشر بكل الأديان في عام التسامح صفون ما شئتم قولوا عنا ضالين مضلين زنادق كفار فقد رأينا منهجكم دمر العراق وسوريا ومصر وتونس رأيناكم ماذا فعلتم بمنهجكم الذي قلتم أنه يؤدي للوسطية والاعتدال وإذ به يرفع سكين الانتحار وسلاح الموت على بني جنسكم وبني شعبكم وبني دينكم لهذا لا تأتوا تعلمون نحن ما الدين ونحن رأينا أفعالكم بأوطانكم بلونكم بدينكم بأجناسكم فلا تأتي أنت تعلمني ما الوسطية نحن دولة الوسطية ونحن نعلم كما الوسطية ديننا دين اعتدال دين اعتدال مع اليهودي والمسيحي والمسلم ديننا دين يأمر بالعدل والإنصاف حتى وإن كنا نكرهكم ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هذا الذي أمرنا الله عز وجل شان به أنا أتكلم نيابة عن جيل السبعين والثمانين والتسعين والألفين نقول إليكم يا حملة الظلام ويا حملة التشدد نقول لكم واسمعوا مللنا خطابكم مللنا منهجكم رأيناكم وسمعنا منكم ورأينا فتواكم ماذا فعلتم بأوطاننا كيف حرمتمون الحياة رأينا أنكم عودتمون على أن نمشي على منهج فقي واحد وإذ الإسلام كسعة السماء وإذ الإسلام كسعة السماء علمتمون أن هذا الدين هو رأي واحد مذهب واحد علمتمون وإذ لما كبر سننا ورقى عظمنا واتسعت مداركنا إذ رأينا أن الإسلام بأفق السماء سعة وأنتم لم تعلمون إلا على رأي واحد علمتمون على رأي واحد وقلتم لنا هذا الدين بل هذا دين آبائكم ليس بدين الله فلا تأتوا تعلمون الوسطية يا أمة أحرقت أوطانها لا تأتوا تعلمون الوسطية وأنتم فجرتم المساجد ونحرتم الأعناق وقطعتم الرؤوس لا تأتوا تعلمون الوسطية نحن نعلمكم اليوم الوسطية جاء دورنا دور الوسطية لنقود الزمام ونرفع الشراع في عام 2019 نرفعه إلى السماء عام التسامح مرحبا بكم مرحبا فهذا ديننا يأمرنا بأهلا وسهلا بكم أقول نيابة عن جيل الستين والسبعين والثمانين والتسعين والألفين أقول لأولئك الذين يحملون فكر الظلام ابتعدوا عنا وابتعدوا عن مسارنا اجعلونا نحية عودتمونا أن الدين إذا لم أفعل فأنا في سقر وما أدراك ما سقر علمتمونا إذا لم أتبع منهجكم فأمه هاوية علمتمونا هكذا علمتمونا أن الذي يخالف رأيكم ولو فقيا ضال مضل زنديق عميل جند من جنود إبليس هذا هو ابن باعراء الذي توعد الله به الذي سيحمل السامري الذي سيقوط الأمة للضلال علمتمونا هكذا وطال علينا الأمد وكبر السننا على فكر الظلام وإذ نتاج ما علمتمونا رأينا حريقا في الأوطان هذه تبكي ابنها وتلك وهذا يبكي ابنه والوطن يحترق بفتوى أخرجتموها ثم تأتوا تعلمونا الوسطية نحن يا سيدي أخبركم في عام التسامح كالآتي دينك فتح الأفق للحب لم يجعل للحب سقفا ولا أرضاه جعله أفقا واسعا دينك لم يجعل للحب سقفا ترتقيه ولم يجعل له أرضا تطأ لكن الكراهية قام بحدها في الحب فتح لك السبل لتدرك المحبوب فإن أحببت فتاة قال لك تزوج فإنه أجدر أن يؤدم بينكما كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحببت فتاة قال لك تزوجها وإن أحببت شاب تهادوا تحابوا ففتح قص أواصر المحبة ودلنا على طريق لكن الكراهية أغلق كل باب فيه طريق فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنب كثيرا من الظن نهاك عن الظن لأنه طريق للكراهية نهاك عن التجسس ولا تجسسوا لأنه طريق للكراهية نهاك عن الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا لأنه طريق للكراهية كل طريق للكراهية أغلقه الإسلام وكل طريق للحب شرع له الإسلام أعظم باب أن يكون بالحلال فلا تأتي تعلمني الوسطية والسلاح بيمينك ورأس أخيك بيسارك لا تأتي تعلمني الوسطية وأنت تحجر على المرأة كأنها جارية تحت أمرك وخدمتك لا تأتي تحجر على الوسطية وأنت تريد أن تنظم العلاقة بيني وبين الله والله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لم يقل يا محمد قل لهم إني قريب حتى لا يحل بيني وبين الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوسطية نحن في عام التسامح برنامج من رحيق الإيمان سيمتد معكم لعام عام التسامح نرسم بسمة نعلم إنسان نجيب عن كل ما يخطر في بالكم إذا رأيتم عيبا فينا في هذا البرنامج سددوه وقوموه وانصحوني أتقبل وإذا رأيتم خيرا فادعوا الله عز وجل لشانه لي بالتوفيق لكن لا تجعلني من أهل النار ولا تحكم علي أني من أهل النار ولا أني من أعوان إبليس ولا أني أقوم بتحريف الدين يا سيدي أن هناك أناس تعلموا دينا منحرفا ظنوه مستقيما وهناك أناس ينشدون الدين القويم فظنه الناس هذا الدين المحرف يا سيدي يا سيدي قيل أن ثعلبا وقعت عليه صخرة فانقطع ذيله فعابه الناس الثعالب عابوه كيف ثعلب مقطوع له الذيل فقال اسمع إن قطعت ذيلك أصبحت أسرع أصبح يقول لقومه إن قطعت ذيلك أصبحت أسرع وأدهى وأصبحت محاورا ماهرا لصيد الفريسة فقام الثعلب فقطعوا أذنابهم جميعا الذيل قطع فأصبحت قرية الثعلب بلا ذيل فدخل عليهم ثعلب بذيل فعابوه ورأوه مختلفا وأن العوار به ونسوا أنفسهم فمن تربى على دين أعوج سيرى الدين القويم أعوجا ومن يتربى على مذهب أعوج سيرى مذهب الصواب أعوج لهذا لا تأتي تعلمني دينا وسطيا وأنت قتلت إخوانك مرحبا وأهلا وسهلا بكم في عام التسامح أهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان عام 2019 أهلا وسهلا بالجميع ورحب بجميع الإخوة من مختلف البقاع يا مرحبا بكم طاقة إيجابية نبث بإذن الله هزاء تحس إيجابية في البرنامج ولا ها وليه أعزب للحين في واحد تصل فيه اتصل فيه قال يا شيخ حنا طاقة برنامج حبينا ريد يوم تطلعه معك يشوفوه نشوفهم أنا ما أنصح المشاهدين ما أدريه ها صح خالد يا أخي أنا أحبكم لما وقفت السيارة سويت باركينج وشفت الشباب يعني والله العظيم تولهنا عليكم أنا كم إجازتي كانت أسبوعين؟ هل تعلم أن إجازتي أنا تنتهي يوم الأحد القادم؟ شو رايكم؟ لكن والله العظيم اشتقت لكم وكنسلت الإجازة حسبي الله ونعم الوكيل مرحبا بكم